في إطار حرص التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن على التخفيف من معاناة المواطنين ورفع أثار الانقلاب التي انعكست على تدهور أسباب العيش في العديد من المحافظات التي طالتها أيدي الانقلابيين أعلن التحالف استئناف وصول المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية إلى جميع الموانئ الخضاعة لسيطرة الحكومة الشرعية في اليمن وقال بيان صدر عن التحالف إن التحالف بالاتفاق مع حكومة اليمن يقوم باتخاذ خطوات تتعلق ببدء عملية إعادة فتح المطارات والموانئ في اليمن للسماح بالنقل الآمن للعمل الإنساني والشحنات الإنسانية والتجارية وأكد التحالف في البيان أنه سيتم اتخاذ الخطوة الأولى في هذه العملية في غضون الأربع والعشرين ساعة القادمة وستتضمن إعادة فتح جميع الموانئ في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الشرعية بما في ذلك عدن والمكلة والمخى وعرب التحالف عن أمله في أن تساعد هذه الخطوات المهمة في التخفيف من معاناة الشعب مؤكدا أنه يعمل حاليا على وضع خطة شاملة للإغاثة الإنسانية وبحث إجراءات التفتيش والتحقق وفيما يتعلق بالموانئ الأخرى الخضاعة لسيطرة المتمردين خاصة ميناء الحديدة طالب التحالف من الأمم المتحدة إرسال فريق إلى مركز قيادة التحالف لاستعراض إجراءات التفتيش بهدف تسهيل تضفق الشحنات الإنسانية والتجارية وفي الوقت ذاته منع تهريب الأسلحة والأموال التي يقدمها النظام الإيراني وشركاؤه للمتمردين الحوثيين وأجدد التحالف رغبته في التعاون مع مبعوث الأمين العام لليمن لزيادة الشحنات التجارية والإنسانية بما في ذلك الترتيبات الجديدة لإدارة ميناء ومدينة الحديدة ومطار صنعاء وأكد البيان أن التحالف سيقدم كل الدعم للحكومة الشرعية والشعب اليمني للمساعدة في التغلب على جميع العقبات التي تحول دون تحقيق السلام في البلاد ترجمة نانسي قنقر